يا هلا بخواني شك باركم عساكم بخير إن شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة التك توك صال لأكثر تطبيقية تم تنزيله في آخر 14 شهر وبصراحة هاللحظة هو فرصة لأي شخص أن يدخل في عالم تك توك ويزيد متابعينه لأغراض البزنس الترفيه وإلى آخره فعشان كده سويت لكم هذا الفيديو خمس خطوات لو طبقتوها أوعدكم راح تزيدوا بنفس الزيادة اللي أنا زدتها في حسابي لاحظوا هالكمية الكبيرة من المشاهدات والعدد الكبير والسبب أن التك توك قاعد ينفجر حاليا لكن قبل لا نبدأ إذا كنت من عشاق هذه الفيديوهات فكروا في الاشتراك في القناة دائما أنسوا مثل هذه الفيديوهات وأتوقع محتوي القناة يعجبكم بإذن الله التك توك علشان ينشر الفيديو تبعك لازم يكون ممتع لازم مدة مشاهدة الشخص لهذاك الفيديو تكون أطويلة وعلشان تمسك الشخص لمتابعة الفيديو لازم تسوي أول ثلاث ثواني ممتعة لازم تكون فيها أحلى جزء من الفيديو بكذا راح يوقف الشخص ويبدأ بمتابعة الفيديو لكن لو كان الفيديو بدايته مملة على طول راح يعمل سكيب للفيديو اللي بعده فاتذكروا أول ثلاث ثواني هي الثواني اللي راح تحدد نجاح الفيديو اللي عندك طبعا هذه موش قاعدة أساسية لكن معظم الوقت ثلاث ثواني هي اللي تحدد نجاحها النقطة الثانية والثالثة مرتبطات بعض لنجاح الفيديو أول ما تحط الفيديو اختار الصورة مصغرة تكون مثيرة للفضول حاول تكون أحلى صورة أحلى لخطة في الفيديو بالكامل بكذا الأشخاص راح يشوف الفضول راح يريدوا يعرفوا شو يصير داخل هذا الفيديو ويضغطوا عليه لو كان الفيديو تعليمي مثل الفيديو هاته تقنية حط عنوان الفيديو فوق بطريقة ممتعة ومثيرة تخلي الشخص يضغط على الفيديو النقطة الثافة تحط الهاشتاغات لازم تحط الهاشتاغات المرتبطة بالفيديو اللي عندك والهاشتاغات اللي عليها ترند أول ما تفتح التك توك الصفحة الرئيسية راح تشوفوا الهاشتاغات هنا فتقريبا كل شهر فيه هاشتاغات جديدة في مسابقات في كمبيتيشنز وإلى آخرة حطوهم في الفيديوهات اللي عندكم علشان تضرب الترند ومع الصورة المصغرة اللي سويناها في الخطوة الثانية راح تثير فضول الأشخاص ويضغطوا عليها لما تكون في القائمة الرئيسية لتطبيق التك توك النقطة الرابعة واللي هي من أهم النقاط دايما لو تلاحظوا معظم المشاهدات العالية تجي من الفيديوهات اللي عالية الجودة اللي إضاءتها ممتازة وكاميرتها ممتازة لكن لو ما عندك كاميرا ممتازة ما في مشكلة تقدر تفتح الشباك في الوقت اللي في إضاءة وتخلي الإضاءة تضرب الوجه وتكون جميلة لما تريد تصور نفسك الإضاءة أهم من الكاميرا أنا أصور بكاميرا محترفة لكن لو الحين أصور بكاميرا محترفة بدون إضاءة ما راح يكون تصوير ممتاز لكن لو أصور بكاميرا الآيفون الأمامية اللي تعتبر جيدة مع إضاءة ممتازة راح تطلع أحلم الكاميرا المحترفة لقيمتها تقريبا 7000 دولار النقطة الأخيرة واللي ذكرتها سابقا في فيديو رفع مشاهدات الإنسجرام واللي هي لما تتصنع المحتوى لما تنشر المحتوى في التك توك حاول قدر المستطاع مثل الفيديوهات هذه اللي أكثر ناجحة عندي تصير مشاركة فيها عالية حاول أن الفيديو لما الناس تشوفه يريدوا يرسلوه يعني ممتع للمشاركة مش بس ممتع للشخص ويعمل السكيب لا لأن التك توك لما يشوف أن الفيديو يتم مشاركته لأشخاص كثير راح يحطه في الترند وعلاوة على ذلك معظم المشاركات تكون لأشخاص ما مشتركين في قناتك بكذا راح يزوروا قناتك يزوروا حسابك ويعملوا follow ويزيد المشاهدات مثل ما تشوفوا عندي هنا في حسابي التك توك لو طبقتوا هذه الخطوات أوعدكم راح تلاحظوا الفرق من أول يوم أتمنى أني أفدتكم في هذا الشرح حطوني لايك إذا أعجبكم ولا تنسوا الاشتراك إذا كنت جدد شكرا ويشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله